والحاجة التانية اللي انا هتكلم فيها برضو في مدربين كتير جداً حققوا نتائج كويسة السنة دي فجئت معرفش بقى هل الاندية اللي اعتذرت للمدربين دول ولا المدربين كل واحد يبص عاوز ده طمحاته تبقى اعلى واعلى واعلى اتمنى ان ما يكونش الاندية اللي هي تخلت عن المدربين اللي عملوا زي حمزة جمل في اسماعيل راجل اخد الفرقة على عاتقه واستحمل وطلع بيها زي حسام حسن المصري خد الفرقة برضو بعد ما كانت بتعاني وطلعت طارق العشر اللي حقق المستوى الرابع المركز الرابع في بطولة الدور العام وخلى طلع الجيش في حتة تانية خالص ساب ومعرفش السبب ايه فاتمنى اتمنى الاندية تراجع نفسها كويس وتشوف المدربين دي ولان احنا المدرب المصري والله المدرب المصري كويس قوي بس احنا نهتم بيه شوية اتحاد الكوره يعمل دراسات ويعمل اتطوير شوية في التدريب كمان ويطلع الناس دي فترة معايشة برا في الاندية الكبيرة العالمية اللي احنا كلنا بنشوفها اتمنى ان يبدأ موسم جديد موسم جديد اللي هو يعود على الكوره المصرية بخير عشان خاطر منتخبنا ده كان عندي اللي هو رأي المجري رأي البرنامج مش رأياني رأي البرنامج اتمنى ان المسؤولين يكونوا بيسمعوا النوقت دي ويبدأوا نمشي على الطريق الصح زي العالم كله ما مشي وزي من حوالينا كله مشي وسبقونا في حاجات كتيرة جدا يعني ايه لما نروح ما نشوف كاس عالم الفترة الاخيرة ديت احنا كنا قرابين منه واحنا برا كاس عالم عندنا نجم زي محمد صلاح وعادي زي النني ودريزي جيه واحمد حجازي ولعيبة كتير جدا خارج القطر المصري محترفة برا فليه؟ ليه احنا نفرط في حاجة زي كده؟ اتمنى من المسؤولين ان يفكروا كويس لصالح الكوره المصرية اشتركوا في القناة